اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عشرين وواحد وعشرين وان شاء الله السنة الجاية كل فرد في الشعب المصري يحق كل اللي يتمنى وكل صعبهم طيبة نجلاء كل صعبهم طيبة محمود وانا مقصود جدا معاكم وعايزين نقولي النهاردة ان فكرة البرنامج بتاعنا هتقبوا فكرة مختلفة شوية عن اي برنامج هيقبوا عندنا البرنامج في حوارات شيقة ومسيرة ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله طبا نهاردة هيكون معانا ضيف يعني مضيف الشيكين معانا مطرب جميل وان شاء الله يمتعنا وان شاء الله سنة سيدة عليكم مساء الله خيره واسد رحمد زي حضرتك نورتني واسد رحمد كل سنة وحضرتك طيب هنبتجي معاك السنة الجديدة بقنيه تكون جميلة كده ان شاء الله انا بس عايزة نبقى فيها امل كده ان شاء الله عايزة باركلكم على البرنامج وعلى وجود هشام هشام اخوية وحبيبي ان شاء الله تبقى حاجة مميزة وحاجة كويسة ويبقى اضافة ليكم ان شاء الله في شغلكم الجميل اللي انتوا بتقدموه دايما وزي ما احنا بنقول كلنا يا رب ان شاء الله بنتمنى ان هي تبقى سنة كويسة علينا وتبقى الامور فيها احسن ان شاء الله ويلا نغني بقى قبل بقى ما نغني معلش يعني بقى احنا برنامجة مبقوش بقى يعني ايه يعني التنشانة احنا اكننا عادين كده في البيت حلو جميل حلو كده عايزة بقى تقول لي اتكلمنا عن مشارك الفني وبدايتك ومين اللي اكتشف موهبة حضرتك يعني اتكلمنا كده عن ذكريات بص هو اكتشاف الموهبة ده ما كانش حاجة صدفة يعني عايزة اقول لك اتكشاف الموهبة ده اكتشفته من زمان جدا من او صغير والدتي اللي اكتشفت يعني ربنا يخليها ربنا الله يخليك فهي كانت بتسمع الاغاني وكنت دايما اجيب الشرايط زمان اتكست بقى وعدة اقلد الناس واسمعهم فلما كبرت شوية انا اتجهت شوية لكورة لعبت خدت فترة كبيرة بلعب كورة سيبت للغنى شوية لما وقفت كورة ابتديت بقى ايه ارجع تاني الموضوع يعني كنت موهبة عند حالتك صادقة وبعد كده حالتك اتجهت لكورة اه يعني هي رفقتي صادقتي هلا هو اللي زمانكي اه بحب الكورة الحلوة لا لا ده رد دبلو ميسك لا رد دبلو ميسك لا والله بشجع الكورة الحلوة انا طبعا يعني لعبت في الزمالك في نشئين الزمالك كابتن يشام كان في الفريق الاكبر مني شوية وبعدين اتنقلت روحت النادي الاهلي مع الاتحاد اسكنداري والقناة ولعبت في برا مصر في دول عرارية كذا نادي فكده ده بالنسبة للكورة طب عايزين نعرف منك يا كابتن يعني حضرتك من نوعية اللي بتعمل ألبوم واحد ولا بتعمل ثمن أغاني سواء مع بعض ولا بتفضل الأغنية سبينجل عايزة الحقيقة والخريطة دلوقتي ما لهاش ملامح يعني ما تعرفيش ايه اللي بينجح وايه اللي ما بينجحش يعني محدش يقدر يقول ان ده كويس وان ده مش كويس او ده حلو وده مش حلو زوق الناس اختلف جدا ورتم الحياة بقى سريع جدا وده خلى المطربين في حالة تخبط شديدة اللي ينزل أغنية وبعدين ينزل بعدها ثلاث أغاني مع بعض وبعدين ينزل واحدة وبعدين ينزل تمانية مع بعض ما بقاش فيه بلان عند الناس ما بقاش فيه خطة أو خريطة واضحة للموضوع ولكن في النهاية كل الناس بتجتهد وكل الناس بتسعى انها تقدم حاجة تحترم بها الجمهور بتاعه والجمهور عليه انه هو في النهاية اللي بيقيم اللي بيقيم بالزبط كده احمد كل سنة وانت طيب ومنورنا وبنرحب بيك في اول حلقة لينا في السنة الجديدة وحابين ان احنا سيبنا بقى من الكلام فحابين ان احنا نسمع حاجة عشان الناس تبصت معنا احنا اخرنا الناس واحنا بنقتذر لكم يا جماعة الوقت متأخر فحابين نسمع منك حاجة يلا بينا يلا ممكن بمناسبة الليلة الليلة يعني الليلة عيد الليلة فيلا نغني الليلة يا صمرة مسلا يلا الليلة 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 يا صمرا يا صمار الليلة يا صمرا البنت قالت فستاني منشور على الشط التاني خدني المركب وعداني ورجعت بالجمر الليلة 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 يا صمرا يا صمار الليلة يا صمرا الله يا حمد مسارعك يا حمد والله حاليا مش زي ما اللي كنت بقول لسه دلوقتي ان الخطط كلها بتتغير وبسرعة جدا جدا بسرعة رهيبة انا حاليا بشتغل على اغنيتين سنجل يعني ان شاء الله باذن الله بتعامل فيهم مع حد من الشعر المهمين اللي جايين بقوة احمد النجار وحاجة تانية مع الشاعر الكبير محمد جمعة باذن الله بنعمل حاجة كويسة ولكن انت في النهاية المعالجة الموسيقية في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي وفي الوقت اللي احنا فيه المعالجة الموسيقية صعبة ما بقيتش عايز توصل عايز توصل باي طريقة ان الناس انت مش عارف ازواء الناس رايحة فين تشتغل على التوزيع الموسيقي شكله ايه هتحط ايه في المزيكة هتسمع الناس ايه ايه شكل الاقاع اللي انت عايز تعمله علشان الناس النهاردة انت عارف بقيت بتسمع حاجات كتيرة ومتنوعة وإحنا ولا بنرفضها ولا حاجة ولكن هي موجودة وليها جمهور وبيسمعها في النقل بما انك كنت يا بسيز أحمد العيب كورة ودلوقتي بقيت فنان أني الأفضل بقليجي دلوقتي بصي انا طول حياتي مش بقيم حياتي بأنهي الأحسن واني انا كل فترة في حياتي بشوفها الحمد لله كويس يعني عندي تصالح كبير في الموضوع ده مقدرش اقول انا لا والله لقيت نفسك في ايه يعني انا لقيت نفسي في الاتنين ودي حاجة مهمة جدا ان البني ادم في النهاية يعمل حاجة اللي هو بيحبها لان الوقت مش كبير يعني الحياة ما هياش حاجة كبيرة علشان نضيعها في التفكير أبقى هنا ولا هنا طب أخي أركز هنا ولا هنا كل حاجة لما بتاخد وقتها واهتمامها بتبقى حلوة يعني لو انا لعيب كرة كنت بركز جدا ان انا لعيب كرة وكملت في الكرة شوية حلوين الحمد لله راضي عن مشواري في الكرة جدا ابتديت تلوقتي في مشوار جديد مشوار الغنى بقالي في حبة يعني ست سبع سنين مثلا برضو سعيد ومبسوط بكل خطوة أخذتها في الغنى ممتاز مشوارك في الغنى دي حقيقة شهادة بس يعني انا شايف ان انت رايح للون بتاع الكنج محمد منير حبيبي وبعدين انا اعرف جيدا ان بتربطك بين محمد منير صداقة حقيقا يعني احنا بنوجه له طبعا التحية وبنقوله كل صلاة طيب وان شاء الله ربنا يشفيك كده هو نويرجع لجمهوره جمهور العالم العربي كله مستنينه فاحنا حبين ان احنا نسمع يعني حاجة تاني لمحمد منير محمد بقى كنت عزيز عليك على حاجة ايه من الراديوين والفنانين اللي انت بتاخد رأيهم في اغانيك في حياتك طبعا انا عندي جيل جيلي من اصحابي اللعيبة بتلعيبة الكورة انا جيلي في الاهل مثلا محمد فضل وامير عبد الحميد واحمد بلال وابراهيم سعيد يعني مجموعة كده شلة حلوة دول من الناس واحمد السيد طبعا احمد السيد حبيبي وابو العلا في الزمالك مرس اقول محمد ابو العلا عشان بيس الامير اه ابو العلا ابو العلا صديقي يعني قديم وحبيبي تمام واحسام غالي واعماد متعب وشييتوس وكل الشلة دي بس هما اللي متحمسين لقوي يعني الحقيقة هو حسام غالي وامير والفنانين بقى من من الفنانين بتاخدوا رأيه يعني مش 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 باخد رأيه على بس ممكن نبقى في قاعدة حس ان رأيه فريق معك لما بتسمعه أغنية أو انك بتتكلم معاه بصي هو الموضوع ده الحكاية صناعة الأغنية نفسها ما بتبقاش سهلة يعني ما هيش حاجة سهلة هو علشان ناخد رأيه في النهاية لازم أسمعه حاجة خلصت فالحكاية علشان لما بتخلص ممكن ما نتقابلش ممكن حاجة ولكن يعني أقرابهم ليه أحمد الساقة حبيبي أستاذ أحمد الساقة بمس عليه دايما بنلعب كرة مع بعض وإحنا بنلعب كرة كده بقوله ما تسمع كده أستاذ إيه رأيك في الموضوعات جميل جميل كرة جامد برضه أسوان سمعنا بقى أغنية حلوة كده يلا مجني نعناع الجنينة يلا يلا جالت لي بريدك يا ولد عمي تبعناP وتعدو جيل عسل سيل على فمي على ماهلك علي ما بحمل الضمي على مهلك علي ده نحيل تابوي ومي نعناع الجنين المسجي في حيضان شجر المسترح ضلل على عيدان قالت تكسده يلي انت بتغازلنا واجف في طريقنا ان كان طلعنا نزلنا موعدين بعضنا من صغرنا وما زلنا من فوت بعضنا إلا الترى بيعزلنا نعناع الجنين المسجي في حيضان شجر المسترح ضلل على عيدان أحمد يعني نورتنا وشرفتنا وكترتنا وكل سنة وانت طيب وأسرتك بخير وسعادة وإن شاء الله نشوفك مرات تانية تكون بقى مقصر الدنيا وإن شاء الله يعني بإذن الله شكرا يا أحمد وسعداء جدا انت كنت معاين وستعزنكم معا ان شاء الله طبعا انتشرفت بيك وان شاء الله نشوفك كلام بتاع حالتك ده إن شاء الله إن شاء الله أهو دا اللي صار وات اللي كان ملكش حق ملكش حق تنوم علي مصر يا أم العجايم شعبك أصيب والخسمة عايب مصر يا أم العجايم شعبك أصيب والخسمة عايب خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضيب أهو دا اللي صار وات اللي كان يلا عزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني بعض الفاصل وهنقول لكم فكرة برنامجنا هيتلخص فيه برنامجنا السنة دي هنتكلم فيه عن المرأة وصحتها وجمالها وطريقة التعامل ومعرفة الإتيكيت فن الإتيكيت في الأكل والشرب والمودة وفن التجميل ونتكلم كمان على حقوق المرأة والتعليم والصحة والحياة بشكل عام اه تفضلي أستاذ محمود بصوا بقى احنا كده ايه لسه بقى انا طبعا انا براحبك تاني حبيبي وبقول لك بجد ان شاء الله هتبقى ضفلنا كبيرة حبيبي ونضيف لبعضينا واحنا هنتكلم النهاردة يعني ان شاء الله البرنامج هيبدأ برضو نتكلم على الفن والدور الاجتماعي برضو وهنوضح الدور الإيجابة للفن والركيب الزوق وان شاء الله بإذن الله تعالى يعني اي حد عنده فيديوهات محتاج ان هو يظهر موهبته اه طبعا فيه على التواصل على الواتساب يبعاته على الارقام اللي موجودة على الشاشة وان شاء الله احنا هنشوفها وبرضو الاخوة الزمل الفنانين انا اريد عليهم والمنتجين وان شاء الله هتبقى ليكوا دور معاني ولو حد عنده برضو موهبت الكورة برضو لا الكورة بقى عند الكبت النشاء بصي بقى بصي بقى احنا بقى برنامجنا السندي ان شاء الله ان شاء الله هيكون فيه فقرات مميزة الرياضية هنتكلم في كل حاجة هنتكلم في ايه ان شاء الله هنتكلم في الدور العام هنتكلم في الممتسبة وهنتكلم في الدراجات المختلفة وهنتكلم في الكورة النسائية وهنتكلم في المنتخبات وهنتكلم في البراعم والناشئين كل حاجة احنا بنقول للناس من فضلكم كل لعيب عنده موهبة ومش قادر يطلعها من فضلك ابعت لنا على الواتساب فيديوهاتك وإحنا إن شاء الله هنساعدك وهيكون معنا خبراء من الرياضيين والمدربين وإن شاء الله يعني نحاول إن إحنا نظهر موهبتك دي طب أنا لعيبك وراء ما تكتشفكم كده يلا أنا اكتشفك صدقني الله ابعت على الواتساب على الأرقام اللي هتطلع على الشاشة دلوقتي أنا معرفة على الأرقام بس أنا هبعطوا أما كنترول هينزلوهم حاضر يعني إذنك وهستها بس تنزلونا الأرقام عشان محمول عايز يلعب كرة يلعب كرة لا في حاجة كنترول كمان بيقو هو واضح إن الناس كلها بتحب الكرة خلي بالكو إحنا معنا النهاردة نجم كرة يعني إحنا معنا نجم هايقوبا لعيب ومدرب ويعني إحنا بس بننوي عشان نشوق الولاد عشان فيه العامل أكاديمييا طبيعا الولاد نستنينه فبحدش ينام فمعليش إحنا بصهرينكم هنقعد لبكرة لا ما راحنا كده كده عليين لبكرة لا يا محمود دا بيكتشفهم كمان وبيوديهم نواد جديرة بوسي هقولك حاجة ناجل بأمينة يعني دلوقتي كل الشباب نفسهم يقوم محمد صلاح الأكاديميات دي بجد يعني من ساعة ما ظهرت وعملت أفراز كتير طبعا أنا مشكتة بسي محمود انت تكون عايز تلعب كرة عشان تبقى محمد صلاح لا أنا خلاص عارب محمد صلاح طبعا أنا بحييي طبعا خليب بيبو نادي الأهلي طبعا أنا شئيه في نادي الأهلي وطبعا تحيي يا كابتن فتح مبروك عشان أنا بعزه برضو فمع ربنا يكرم إن شاء الله وأكيد هنشوف بقى كتاعة هتفرز إيه إن شاء الله طبعا مع كابتن بقى إن شاء الله إحنا أهم حاجة بس هنقول جسمو ولا نستنى شوية؟ لا نستنى شوية لا نستنى شوية نستنى شوية عايزيني شوية الناس عشان الناس برضو هنقول ما أنا لو أنا يعني أنا لو أنا إيه عالك كده وعملين تقوله كده أنا عاوز عاوز تقول عاوز تقول عاوز ابني يا ابني بنطع كوره عاوز تقول هو هو في محمود إنت أثرت حاجة دي مهمة جدا إن كل أولياء الأمور نفسهم من ابنهم يبو محمد صلاح ودي حاجة إيجابية بس في لازم الناس تقبع فاهم حاجة إن الموهبة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى في صفات وقدرات عند كل واحد يعني النهاردة محمد صلاح عنده صفات وقدرات بطنية مختلفة عن أي حد عنده السرعة النهاردة فدي فرق معاه بس هاتي كلامها بس معلش بس معلش محمد صلاح ما كانش محمد صالح أنا معاك لا لا أنا أقصد إيه يا محمود أنا أقصد إيه إن النهاردة الأكاديميات دورها اللي بتبرزوا مع الأولاد إحنا النهاردة أنا لقيت كوره مثلا كان عندي 13 سنة أول ما بدأت اختبارات ما تقول لي بقى أنت لعبت فين بقى كانت آه بقى ما تقول لي بقى أنت عمل بقى بس أنت كلتني فيها لا لا بس لأ أنت ذاتي وقت معنا حلو جدا بس أنا لعبت براع من نادي الأحلي لعبت ترس براع من نادي الأحلي آه لعبت فيها الحية لعبت 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 براع من نادي الأحلي ثلاث سنين وكان جسمه صغير جدا تمام وكنت ضعفان كده فالنادي الأحلي مشيني يعني لك بسيني راح وداني نادي النيل ده مسامينه الأهلي به لعبت سنة في النادي النيل وكنا بنلعب ساعتها دور قطعات وكنت كويس جدا فجأت وأنا في المدرسة أنا كنت مدرسة بتاعتي الخلفاء الرشدين في مصر الجديد وأنا في المدرسة في القاعد في الفصل لقيت المدير جاي لي بيقول لي تعالى معي المكتب أنا لقت فيه إيه تخيل لقيت مين لقيت كابتن جهر الزغير جاي يسأل علي في المدرسة ويكلمني ويقول لي أنا مدرد نادي الزمالك وعايزك تقبع معانا في الفصل قلت له أنا أهلاوي والله قلت له أنا أهلاوي ما أنا بلعب في الأهلي الزمالك بعيد عني يعني المشوار بعيد عني يعني ما تفتش اللي هو قالك كده أنت عندك أنت أنا لسه صغير ومش فاهم كلم والدي كلم والدي وانتقلت من نادي النيل لنادي الزمالك يعني مش عايزة أقول بقى في صفقة وبتاعه الجو كبير دوا بس قضيت أحلى هو كابتن أنا معلش شوكات تنتهر بزيد من نادي النيل لا كابتن نادي النيل وعاكرها الأهلي لا كابتن تنتهر بزيد أهلي لا كان في النيل الأهلي معلومة دي أنا معرفهش بس أنا قضيت أحلى 8 سنين في حياتي في نادي الزمالك لعبت سنة في الفريق الأول وانتقلت بقى لعبت في أنديه كتير مش أنا ضحيت بص أنا عايز أقولك على حاجة أنا اشتغلت كمان في النادي الأهلي مدرب واشتغلت في نادي الزمالك مدرب يعني أنا إيه الحمد لله رب العالمين الجمهورين أنا بحبهم جداً بحب الناديين جداً بس أنت بتمين لي زمالك لساعة الحلقة اللي كنت معي فيها لساعة المتش قلت لي لا بخص محمود مخصر يا محمود مخصر يعني هيجع لا 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 الزمالك قد مطش كويس جداً والأهلي بنقوله ألف مبروك بمناسبة سنة رياضية والحدث فإحنا بنقول للنادي الأهلي ألف مبروك بطولة أفراقية والتسعة وإحنا كفية تكلمنا عن الكورة عاوزين حد يتكلم تاني بقى بال حد بقى يتخل يتكلم حد بقى متخصص بقى إيه رأيك؟ لأ طب تقدموا انت بقى يعني إذا وجد الماء متلتين طيب إحنا إن شاء الله هيكون معانا ضيف عزيز علينا أخويا وصحبي الكابتن محمد يسري لعب نادي الزمالك السابق والجونا وسراميكا كرباطرة ولعب في أندية كتير جداً فعاوزين نشوف مشوار حياته واللي بسطني في محمد يسري إنه أول سنة بدأ حياته التدريبية وصقّلها بالدراسة وكان حاجة يعني حاجة كويسة جداً وعمل أكاديمية فعايزين نكلموا بقى على الأكاديمية وهنقول فيه كلام كتير قول لي قول لي هو هو أهلاوي أهلاوي آه أهلاوي يبقى يدخل يا محمود يدخل أهلاوي نخش يلا نطلع فاصل نطلع فاصل نطلع فاصل نطلع فاصل نطلع فاصل نطلع فاصل ومنات الجميع